نروح من الفيلم اللايت كوميدي الخفيف لفيلم تشويق وإثارة كبير جدا حاصل هينزل قريف السنيمات إن شاء الله وهو فيلم رحلة 404 للفنانة مونازكي والفيلم ده بيكون يعتبر عودتها للسينما مرة تانية آخر فيلم عملته قولدون هو ما كانش السينما هو تعرض على منصة خاصة بس هو فيلم أصحاب ولا أعز طبعا عمل برضو ضجة جميل جدا هي دايما مونازكي بتكون حريصة جدا إن هي تختار أدوار مش عايزة أقول شائكة بس أدوار يعني مهمة في هرسالة قوية الناس تقدر إن هي تطلع بفعلا بمسج أو بمورل من الفيلم ويسيب في نفس الوقت بصمة في التاريخ مش بس الأفلام المسلسلات كمان هي بقالها كذا سنة عملت مسلسلات يعني كتقوية بشكل يعني فوق الوصف بصراحة طبعا هي كممثلة هي موصلة من العيار التقيل بس هي معاها برضو كاست كبير جدا أنا متأكدا إن هم دولي برضو هيكونوا ليهم دور كبير قوي في نجاح الفيلم طبعا من ضمنهم النجمة محمد فرج النجمة محمد ممضوح شيرين رضا خلاد الصاوي محمد علاء وسمى إبراهيم وشادي ألفونس ورانا رئيس وجيهان الشامشارجي الفيلم كمان هيكون من تأليف محمد رجاء ومن إخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفزي طبعا كرو كبير جدا عامل قلق جامد جدا الناس متحمسة قوي إن هم هيتفرجوا على الفيلم ده بيقال إن هو طبعا هو نزل تريلر سريع جدا مش معروف منه قوي القصة بس بيقال إنه القصة بتاعة الفيلم إن هي كانت ست محجبة عايزة إن هي تسافر تعمل حج أو تعمل عمرة وحصل بقى مشاكل كتيرة جدا وذن ده بروسس واضطرت إن هي تلجأ لحلول هي ما كانتش عايزة تلجأ لها بس أنا متحمسة للفيلم جدا هل أعلنوا إمتى هينزل الفيلم؟ لأ لست معلنوش عام بيرك ستدل إن حسن هي بقالها كتير قوي ما عملتش فيلم تم سلسلات أكتر من أفلام وهي تمثيلها رائع وبعدين أحس إن هي ما بتقبلش أصلا بأي قصة عادية دي حقيقة ردود الأفعال حلوة قوي كمان الناس كلها بتبرك لها والناس كلها متحمسة وفي ناس كمان بتحضر معاها بتقول لها تاني هتركبي طيارة تاني مش رجل ربنا إن إحنا نروح عمريكا وفشل الموضوع فأنت تاني عايزة ترجعي للطياران خلينا قاعدين بقى سكتين وطبعا جزها الفنان أحمد حلمي كان بيوري سابويت جامد جدا على إنستجام الأكاونت بتاعه وكان بيعملها كومنت كمان كل ما بتنزل أي حاجة علاقة حلوة قوي بس دات شفت الريلاشنشب بتاعتهم بأنجل مختلفة قوي بعد ما هو وهي عملوا انترويو مع أناس بخاش كان هم بيتكلموا على بعض It was very touching It's very romantic علاقة فيها احترام وفيها ود وربنا يحفظهم يا رب ويخليهم لبعض علشان الفترة اللي فاتت دي فيه مشاكل كتيرة حصلت فربنا يحفظهم يا رب ترجمة نانسي قنقر